السلام عليكم تابعي دراما سبورت تعودنا نحن بسوريا نكون منفتحين على كل العالم يعني نحن الشعب السوري بشكل عام منفتح منفتح على كل العالم فكيف ما رح نكون منفتحين على الموجودين بسوريا يعني أنا شخصيا تعودت أني عيش أو أتعامل مع الشخص السني أو العلوي أو الكردي أو الدرزي أو الإسماعيلي كان بمقعدي قاعد جنبي صديق مقرب من مدينة جبلة وبالطرف الثاني كان من مدينة دير الزور فبالتالي كنت حاسس حالي بسوريا مصغرة بمدرستي صعب جدا تلاقي أي سوري بيحب هذا البلد بيحب هاي الدولة يكون عنصري وصعب جدا تتقبل هذا الموضوع واليوم يا شباب نبعت لي فيديو بصراحة فيديو استغربته جدا فيديو من شخص قالوا عنه يعني الأصدقاء اللي بعتوا لي الفيديو بأنه إعلامي معروف من الأخوة الأكراد وأنه عم بيقول بأن اللاعب أياز واللاعب محمد عثمان واللعيب الأكراد الموجودين بالمنتخب السوري ممنوعين من التحدث باللغة الكردية وبطبيعة الحال لما بتشوف هيك فيديو أكيد بتتدايق يعني بتقول أنه اللاعب سواء كانوا أكراد مسيحيين سيمون أمين مارديك مارديكيان أو يوسف محمد أياز محمد عثمان أي لاعب أو سابقا سنحاريب ملكي لأيشانكو كل هاللعيبة لعيبة سوريين إلهم كل الاحترام إلهم كل المحبة المنتخب السوري بشكل عام بيجمع كل الطواقف المنتخب السوري لازم نفهمها بيجمع كل الطواقف هو منتخب سوريا بتشوف بالمنتخب السوري لعيبة من حما من حمص من اللادئية من الحسكة من دير الزور من حلب من الشام فموضوع العنصرية غير موجودة بيسيحيين إلا للناس اللي بده تحريض على لاعب أو على شخص معين لترك المنتخب أو لاعتبار بأن هذا المنتخب تابع لفئة معينة هذا المنتخب تابع للكل لكل المواطنين بسوريا ولهذا السبب نحن بنحبه أما موضوع أن اللاعب أياز أو اللاعب محمد عثمان أو يوسف محمد أو أي لاعب من هاللعيبة عم بيتعرضوا لمضايقات أو نوع من منع التحدث باللغة الكردية فهذا الأمر لازم ننفيه تماماً هذا الأمر غير موجود بتاتاً اللاعب أياز أو اللاعب محمد عثمان إذا أحياناً بيحتاجوا لمترجم باللغة الكردية فبيجيبوا مترجم لللاعيبة لحتى يوصل الفكرة لأحد الإداريين أو للمدرب فبالتالي ما في هيك شيء أبداً ولا بشكل من الأشكال اللاعب وضعاً تماماً بالمنتخب اللاعب بيتم التعامل مع كل هالنجوم وكل هالمحترفين بطريقة لائقة الجمهور السوري بشكل عام من أكثر المطالبين بأيازم وبمحمد عثمان وبكل هاللاعب أحمد الصالح له 20 سنة كابتن منتخب سوريا أو من كباتنة منتخب سوريا ما حدا شاف من أحمد الصالح أي شيء ما حدا شاف من يوسف محمد أي شيء ما حدا شاف من محمد عثمان أي شيء ما حدا شاف من أياز أي شيء على العكس تماماً بيحبوا سوريا متل ما سوريا بتحبهم متل ما الجمهور السوري بيحبهم وتأكدت شخصياً من اللاعبين وتأكدت شخصياً من عوائل اللاعبين الكلمة بصوت بتواجد والكل فخور بتواجد أبناؤن بالمنتخب السوري المنتخب السوري الحالي المنتخب السوري متابع جدا من قبل الإعلام متابع جدا من قبل الناس متابع جدا من قبل الجمهور قبل 20 سنة قبل 30 سنة ممكن كانت تصير أشياء ما بنعرفها أو الإعلام ما بيغطيها بالوقت الحالي الإعلام بيغطي كل شيء فأي شخص بيحكي لك كم كلمة لازم تكون متأكد منه تماماً تواصلت مع أهالي اللاعبين الكل دون استثناء قالوا أفضل تعامل شفناه بالمنتخب السوري اللاعيبة من محمود المواس من عمر السومة من إبراهيم عالمة من الكل كانوا عم بيحتضنوا هاللعيبة المحترفين اللي جايين وأكيد مغتربين يعني مانون متعودين على البيئة السورية ومانون والدانين أصلاً بسوريا ورغم هالشي في احتضان لهاللعيبة عم بيحسوا أن احنا كلنا أخوات من دون أي تفرقة ومن دون أي عنصرية ومن دون أي شيء وحتى وصفوا بالكادر الإداري وبالكادر الفني ما حدا تعرض لنا ولو بكلمة واللغة إذا لاعب مع لاعب تحدث باللغة الكردية ما في أي مانع وما حدا أصلاً وجه كلمة معينة لأي لاعب وصدقاً يا شباب لو تعرضوا هاللعب لأي مضايقة ولو كانت صغيرة ولو واحد بالمية ما بيتركوا الأندية ولا بيتركوا عقودهم أياس ترك عقده لحتى يلعب مع المنتخب محمد عثمان الغياب تبع محمد عثمان لأسباب تتعلق بالأوراق تتعلق بأسفارة الصينية والتأخر والخلاص يعني نحن متأهلين في مباراة غوام والمالديف الأمور ما بتحتاج لكل هالشي وفاعتذر بشكل ودي لكن لا اعتزل ولا شي من هذا الشي محمد عثمان كمان محب للمنتخب السوري وبدو يلعب مع المنتخب السوري أياز محب جداً للمنتخب السوري يوسف محمد وكل اللاعب وطبعاً مارديك وسيمون إلى الآن ما بتشوف منهم كلمة واحدة برا الطريق عن المنتخب السوري فمتمنى ما تسمعوا لكلام أي شخص خصوصاً من الأخوة الأكراد إذا بتسمعوا يعني شخص عم بيحكي من دون أي إثبات أو أي دليل أو أي لقاء مع لاعب أو مع عائلة أي لاعب فلا تسمعوا لهذا الكلام يعني الكلام أبداً ما له دقيق ولا له أي يعني جنس الطعمة وبصراح ما كنت رح عامل فيديو لكن حسيت بأن لازم أحكي هلكم كلمة لحتى كل الناس تعرف بأن أي لاعب من أي طائفة من أي محافظة الكل سواسية بالمنتخب السوري ما حدا عم بيتدخل بأي قرار فني وكمان إذا بتلاحظوا محمد عثمان بالمباراة الودية هو اللي سدد ركلة الجزاء بمباراة المالديف حصل المنتخب على ركلة جزاء سدد أول تزديدة أياز عثمان ليش اللعيبة عطوها لأياز لحتى يسترجع الثقة لحتى يسترجع القدرات فهذا الشي اللي عم بينحكي يوسف محمد أساسي أحمد الصالح عم بيلعب بشكل أساسي إلو 20 سنة ما حدا حكي بهذا الكلام وبهذا الشيء إلا الأشخاص اللي مو حابين هاللعيبة يلعبوا مع المنتخب السوري اللي مو حابين هاللعيبة يلعبوا مع المنتخب السوري إذا أنت مو حابب أنه يلعب مع المنتخب السوري هذا شيء تاني شيء تاني لكن انك تحكي بان في ناس عم تمنعهم من التواصل باللغة الكردية او الحديث او اي شيء فهون انت ما عم تحكي الصدق ما عم تحكي الشيء الصحيح ما انك حابب يلعب مع المنتخب السوري هذا رأيك لكن طالما اللاعب حابب واللاعب شايف بان هذا المنتخب بمثله فلازم تحترم هذا القرار لازم تحترم هذا القرار ايا كنت بنهاية هذا الفيديو انا شخصيا تربيت عموضوع تقبل كل الطواقف تقبل كل الاديان تقبل كل الناس ايا شخص طالما ما ازاني فانا بحترمه عدل احترام فانا بقدره عدل تقدير فلانه سوري لازم حطه عراسي كردي مسيحي سرياني اللي بدك اياه وهاي الدولة ما بتتعمر الا اذا جمعنا كل الطواقف الا اذا حبينا بعض حبينا بعض وما بحثنا عن شي نقطة معينة من هون ونقطة معينة من هون لحتى نأذي سوريا او نأذي المنتخب او نحكي عن شي لاعب لحتى ناخد مشاهدات او نكسب لايكات هذا الامر مرفوض تماما اي شخص بيحكي من دون اي دليل هذا الامر كمان غير مقبول اللعيبة مبسوطين مع المنتخب جدا عوائل اللعيبة فخورين جدا بتواجد ابناء بالمنتخب شاء من شاء وابا من ابا هذا المنتخب السوري منتخب الكل منتخب الكل بيمسل الكل بتمنى اعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة